بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة من يوميات أبو أيمن وأم الخير إذا كنتم من المتابعين الجدد وأعجبتكم القناة اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد حبائبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن فوائد بذور الخرفيش للكبد وهو شاشة العظام والالتهابات وطريقة تحطيرها الخرفيش هي نبتة شوكية مزهرة تنتمي إلى الفصيلة النجمية موطنها الأصلي حوض البحر الأبيض المتوسط وتسمى أيضا شوكة الحليب بسبب السائل الأبيض الذي يخرج منها بعد سحق أوراقها وسيقانها استخدم الخرفيش في أوروبا ولزمن طويل كمدر للحليب حيث كانت تستهلكه المرضعات لتأمين ما يكفي من الحليب كما استعمل الخرفيش تقليديا لعلاج أمراض الكبد ومشاكل المرارة وإزالة السموم من الجسم وهذه الاستخدامات التقليدية المتوارثة تطابق الأبحاث والتجارب العلمية الحديثة التي أجريت على الخرفيش وهذا ما تحدثنا عنه في فيديو سابق وذكرنا أن السليمارين يعمل كمادة مضادة للأكسدة والتالي يعمل على خفض الإجهاد التأكسدي الذي يسبب التلف لخلايا الجسم ومضاد للحساسية وهو شاشة العظام والشيخوقة والسرطان والالتهاب والأكسدة والتاليوف ومدر للحليب ومنشط للكبد وطارد لسموم الجسم ويحمل كلا وغيرها وشرب بذور شاي الخرفيش أو تناول الخرفيش لكميات غذائية غير علاجية يساعد على صيانة الجسم والحفاظ على الصحة بشكل عام وقد يقي ويحمل جسم من تطور الأمراض المزمنة مثل أمراض الكبد والقلب وغيرها ومن فوائد بذور الخرفيش يحتوي الخرفيش على خصائص تحمل الكبد وذلك عن طريق ثلاث آليات رئيسية وهي المواد التي تعمل كمضادات للأكسدة والالتهاب والتاليوف قد يلعب السيلامارين دورا في علاج تشمع الكبد الناجم عن شرب الكحود ويعمل السيلامارين على تسريع إحياء خلايا الكبد الميتة ويعمل على حماية خلايا الكبد السليمة أو الخلايا التي لم تتضرر بعد وقد يحمل السيلامارين أيضا الكبد والكلا والبنكرياس من آثار العلاج الكيميائي ويستخدمه بعض المرضى الذين يخضعون لهذا النوع من العلاجات كما توصلت دراسات علمية أجريت على مرضى السرطان أن السيلامارين يعرق النمو وتطور السرطان بينما أظهرت بعض التجارب العلمية أن السيلامارين ليس له تأثير مباشر على فيروس الكبد الوبائي وفشل في التخلص منه إلا أن نفس هذه التجارب وجدت أن السيلامارين يقلل من أعراض المرض ويخفف من حدتها ويحسن بشكل عام جودة حياة المرضى وهو شاشة العظام مشكلة تعاني منها النساء بعد بلوغ سن الياس وتوصلت الأبحاث أن السيلامارين يمنع خسارة العظم ويزيد كثافته في هذه الفئة العمرية من النساء كما يساعد السيلامارين على تسريع شفاء العظام المكسورة وأيضا يزيد من إفرازات عصارة المرارة التي ينتجها الكبد وتخزن في المرارة وتصب في الاثنى عشر ولهذا السبب يوصف الخرفيش لعلاج حصى المرارة أو الوقاية منها لكن لا يوجد أدلة علمية تؤكد بشكل واضح صحة هذا الإدعاء يعني عبارة عن تجارب شخصية أيضا يخفف من التهابات القناة الصفراوية المشتركة التي تصل بين الكبد والمرارة والتي يمر من خلالها العصارة الصفراوية من الكبد إلى المرارة ويعمل على حظر المواد السامة التي تلحق الأذى بالكبد مثل الفطر السام والكثير من المواد السامة الأخرى مثل رباع كلوريد الكربون والتولين والكحول وحتى الأدوية مثل خافضات الحرارة ومسكنات الألم والتي تستطيع أن تترك سمومها في الكبد بسبب كثرة الاستهلاك أو أخذ جرعات زائدة ويخفف السلمارين أعراض التهاب الأنف التحسسي أو المعروف أيضا باسم حمى القش مثل سيلان الأنف أو انسداده والعطس والإحمرار والحكة والعيون الدامعة أظهرت الدراسات انخفاضا في مستويات السكر في الدم وتحسنا في نسبة الكوريسترول لدى مرضى السكر من النوع الثاني مع استهلاك السيلامارين وجد الباحثون أيضا أن السيلامارين يحسن مقاومة الإنسولين بمعنى أن جسم يستجيب بشكل أفضل لهرمون الإنسولين الذي يفرزه البنكريات لتنظيم السكر في الدم ولبذور الخرفيش أعراض جانبية عموما الخرفيش آمن للاستهلاك ولا يسبب بالعادة أعراض جانبية بعد تناوله ولكن هذه بعض الأعراض الجانبية التي تم الإبلاغ عنها عند الاكثار من تناول نبات وبذور الخرفيش مشاكل هضمية مثل الإسهال وفقدان الشهية وانتفاخ المعدة وألم في المعدة وغيرها أيضا الصداع ومشاكل جلدية مثل الحكة والأكزمة وطفاح جلدي طبعا نحن نحكي عن الاكثار من تناول بذور الخرفيش ومن هنا هذه بعض الملاحظات والتحذيرات توقف عن تناول الخرفيش إذا ترى أي تغيير على صحتك واستشر طبيبك على الفور ولا تتناول الخرفيش إذا كنت تعاني من حساسية من الأزهار التي تنتمي إلى الفصيلة النجمية مثل الأقحوان لا يستخدم الخرفيش للحامل أو المرضعة وقد يتفاعل الخرفيش مع بعض الأدوية لذلك استشر طبيبك أو الصيدلي قبل الاستهلاك إن كنت تتناول الأدوية العلاجية أما الجرعة وطريقة التحضير يمكن استهلاك بذور الخرفيش بعد الطرق نذكر ثلاثة منها الطريقة الأولى هي الشاي ويحضر عن طريق إضافة 2 إلى 4 جرام من البذور المطحونة بشكل خشن طبعا ليس بودرة إلى كوب من الماء المغلي ثم يتم تقطيته لمدة لا تقل عن 10 دقائق وبعدها يتم تصفية المحلول وشربك أما الطريقة الثانية هي الاستخلاص بالغلي وتصنع عن طريق إضافة 3.5 جرام من بذور الخرفيش وغليها بكوب من الماء أو ما يعادل 150 ميلي لتر لمدة نصف ساعة ويتم تناول الناتج على 3 أو 4 جرعات خلال اليوم والطريقة الثالثة هي أكل من 5 إلى 10 جرام من بذور الخرفيش الجافة بالطريقة التي تحب مرتين أو ثلاث مرات في اليوم وهناك طرق أخرى مصنعة جاهزة مع تركيزات مختلفة ويكون عادة مكتوب على المنتج طريقة الاستعمال وجميع المقادير التي ذكرناها للأشخاص البالغين لذلك يجب تعديل الجرعات للأصغر سنا وفقا للوزن دائما نستشر الإخصائي أو الطبيب قبل الاستهلاك خاصة ممن يعاني من أمراض مزمنة ويتم الحصول على البذور عن طريق قطف رؤوس الخرفيش المثمرة مع بداية الصيف بعد أن يتلاشى اللون الأرجواني ويصبح رأس النبتة المزهرة جافة ومفتوح وتكون البذور موجودة في داخل رأس النبتة وتكون البذور جافة ومائلة إلى اللون البني الأسود يعني البني الغامق وهكذا تكون جاهزة للأكل أو الغلي مع الماء بعد تكسيرها قليلا ويمكن أيضا استهلاك الساق نبتة الخرفيش وإضافتها إلى السلطات أو طبخات ودعواتنا لجميع بالصحة ورحة البال نعتز بوجودكم وبرأيكم دمتم في حفظ الله ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة